في رياضة أعلن نجم منتخب فرنسا وفريق باريسان جرمان كيليان إمبابي رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية نهاية الموسم وكان إمبابي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراته في دوري أبطال أوروبا في مقابل خسارة للعملاق الألماني بايرن ميونخ اتجاه معاكس تماماً بنتائج ذهب دور 16 من الشامبيونز ليك بمصار الفريقين المرشحين للمنافسة على لقب دوري الأبطال باريسان جرمان فرنسي وبايرن ميونخ الألماني فقد تعرض فريق بايرن ميونخ إلى خسارة جديدة هالمرة بدوري الأبطال 01 أمام لاتزيو بعد مبارات سيئة جداً للفريق البافاري فالفريق الألماني وحسب إحصاءات المبارات لم يسدد أي مرة بين خشبات مرمى الفريق الإيطالي على مدار اللقاء بسيناريو لم يحصل منذ خمس سنوات للبايرن ولهدفه هاريكان اللي لم يسدد على المرمى سوى مرة واحدة بآخر مبارتين لفريقه مما جعل مدرب الفريق توماس تخال يعتبر بعض المبارات أنه فريقه هو اللي خسر وليس لاتزيو هو اللي تمكن من الفوز وسيكون لخسرات البايرن المتتالية أمام لفيركوزن وأمام لاتزيو ترددات عديدة قد تجعل وضع الجهاز الفني البافاري ومدربه توماس تخال على المحاك وسجل هدف المبارات الوحيد للاتزيو ناجم منتخب إيطاليا تشيرو إيم موبيلي من ركلة جزاء بنالتي بالديقة 69 بعد خطأ ارتكبه الفرنسي أوبا ميكانو وتم طرده على أسره من المبارات من ناحيه حقق فريق العاصم الفرنسي بباريس سان جرمان فوز مقنع جدا على ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-0 بعد مبارات أطبق علي تماما الفريق البريزي بالشوط الثاني مع انتهاء الشوط الأول بنتيجة 0-0 فسجل كل من كليون بابي وبرادلي باركولا هدفاي سان جرمان اللي وضع من خلاله قدمه بدور الربع النهائي باكران